وأعتقد بقية العناصر كلها جاهد سيد زبراهيم احنا عشنا طول همرنا حتى لما كان بيحصل ظروف صعبة اصابات ولا غيابات ولا مش عارف ايه كنا بنراهن على حاجات من سوابة النادي الاهلي ان في قوة كاملة جوه النادي الاهلي روح النادي الاهلي مواجهة التحديات مساندة الجماهير في اللحظات الحاسمة كل ده اللي كان بيطمننا لو اي عنصر من العناصر دي يتهز شوية القلق بيبقى اخطر من الاصابات يعني الذي يهدد الاهلي الان ان نقف جميعا خلف النادي الاهلي مش كل واحد عايز حاجة في دماغه لازم ان ما تحققتش يهاجم الناس وبضراوة ولا يساسني احد انا مندهش جدا من الهجوم على النادي الاهلي من اول رئيسه بالطريقة دي لمجرد ان يحصل نتيجة كل كلنا بنتضيقين بالنتائج السلبية لكن مش كلنا حنغضب ونتصرب بغضب لان فيه مسؤولية بتقتضي انك تتصرب باحترافية واللي عندنا كمعلومات عند الاجهزة مش متوافر لدى الجماهير ما ينفعش ان انا عشان ادارة ما تدافع عن نفسها تطلع تقول اصل الحقيقة جماعة كذا 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 هذا يعرض النادي الاهلي واسلوبه للخطر لابد ان نشعر بثقة الجماهير زي ما قلت لك غيرنا يتمنى ما يحققه النادي الاهلي من جماهير يتمنوها نصفها وبيسعدوا باداء نجومهم حتى لو الماتش اللي ما بيكسبوهوش بيطلعوا فيه باي ايجابية شفت الشوطة شفت اللعبة شفت المهارة شفت فلان فهذا هو اللي بيخليك تستمتع بكرة القدم مش انك تدور عال سلبيات لان طبعا كرة القدم ما هياش يعني تعطيك كل ما تريد على مستوى العالم لكن انت بتاخد بالاسباب تعالى ناقش الاسباب لكن النهاردة الاسباب نفسها سيد زبرين مهددة بانها ما توباش حقيقية يعني هو احنا النهاردة وكلاه اللعبين مش مؤسرين على الرأي العام ما لهمش اعلام بيتطفقوا معاه عشان يضغطوا ويروجوا تسعين في المية بالاخبار اللي برا دي مش صح تسعين في المية تسعين في المية مش صح من الاخبار ان فلان هيجي الاهل والاهل هيجي الاهل مش بس هو كمان الترويج ده معناه ايه انه لما حصلش ده جمهورك يشعر بان فيه اخفاق انت ما فيش فترة انتقالات ما دعمتش الفرق بثلاثة اربع عناصر في منطقة القوة وبدراسة حقيقية ويقول لك المفروض تاخده زي الفرق المحترفة تعالوا شوف الشغل جوه نادي الاهلي زي الفرق المحترفة انما الكلام من برا لمجرد الهجوم للأسف بعض جماهرنا بتصدقوا وخصوصا لما يكون من اعلام ينتسب الى الى او هو بيروج نفسه انه اهلاوي النهاردة علينا الفرز علينا الفرز يا استاذ ابراهيم لان لا يمكن القبول بان احنا نقيم باللقطة النادي الاهلي عمره مكان كده نطلع اللقطة دي السماء ونوقع باللقطة اللي بعدها الدنيا للارض سواء كان اداري او لاعب او مدرب او هذه مشاهد لم يعتاد عليها النادي الاهلي